اشتركوا في القناة التجار بدورهم رأوا أن ارتفاع هذه الأسعار يتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان أين يكون التهافت على الأسواق والطلب مرتفعا؟ كده واش غليل؟ كده واش رقص؟ بسعى المواطنة لا يبي لا عنديش مدخول دراح مبكرش ولأن الأسعار ليست مرتبطة بأسواق التجزئة فقط توجهنا لأسواق الجملة بالكاليتوس أين رأى بايعوا الجملة؟ أن قانون العرض والطلب هو من يتحكم في الأسعار نحن دايما نقولون العرض والطلب بتاع السلعة هذه كل العرض والطلب العرض كده تكون عرض السلعة تكون كينة بزاف ثم تنقص كده تكون العرض ما كاش ثم تطلع هذه هي حنا السوق تعنا هكذا صححنا السوق الجملة تعنا حنا الوقت اللي يخذوا تع السلعة كدتلغلا ولا الوقت اللي يخذوا سلعة باش ترخص ما يكون شوق تقويل يكون تع نهار يومين ثلاثة أيام ورغم تطمينات وزارة التجارة واتحاد التجار لا تازل الأسواق تقضع لمنطق المضاربين وإن تطرح مسألة الرقابة في كل مرة